أهلا بكم من جديد انطلقت فعاليات مبادرة معرض بنت بلادي تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله وتستمر الفعاليات على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من السيدات المنتجات تجسيدا لرؤى الملكية في تمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها الإيجابي في المجتمع قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحقات إن هناك سعيا إلى دعم المرأة وتحسين أداءها لتتمكن من إدارة مشاريعها الخاصة وموصلة أنشطتها وأعمالها الانتاجية وزيادة خبراتها لمواكبة متطلبات سوق العمل مأكلات متنوعة ومنتجات وحرف يدوية صنعتها أيدي سيدات ملأت أجنحة مبادرة معرض بنت بلادي والذي جاء بتنظيم من الشركة العربية الأولى وشركة بيت الأردن لدعم المشاريع الصغيرة التي تزهو بإدارة سيدات من مختلف مواقعهن أنا اتشرفت اليوم أني أكون مندوبة عن جلالة الملكراني العبدالله في افتتاح معرض مبادرة بنت بلادي هذا المعرض يستهدف النساء اللي عندهم إمكانيات وقدرات مختلفة سواء في مجال المنسوجات أو في مجال الأشغال اليدوية المختلفة أو أيضا بمجال المأكولات والمنتجات الغذائية 165 مشاركة تم اختيارهن من أصل ما يزيد عن ألف سيدة تقدمنا لعرض منتجاتهن في المعرض المقام بحلته الأولى لتشجيع سيدات المجتمع المحلي لتسويق منتجات مليئة بالتفاصيل أطفت على القطع لمسات خاصة نالت استحسان الزائرين والحضور سيدة عم تنتج بكميات كبيرة طبعا كلها مكدسة عندها لأنه ما في ترويج لهذا المنتج فإجت هذه المبادرة كانت بمثابة أمل أو أفاق فتحت لهذه السيدة حقيقة جميل جدا يعني الله يعطيهم العافية والقائمين عليه يعني أبدعوا فيه وكان يعني فكرتهم للمعرض فكرة رائعة لإظهار المرأة الأردنية وعلى هامشي عرض المنتجات قدمت مبادرة معرض بنت بلادي ورشاة عمل للسيدات المشاركات في مختلف القطاعات سعيا لرفع القدرة على التنافسية ولتدريبهن على المهارات التسويقية والتواصل المباشر مع المتسوقين حرصا على مواصلة إبداعاتهن الانتاجية بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية مبادرة معرض بنت بلادي تهدف إلى الوصول للسيدات المنتجات في أقل من مملكة الثلاث من خلال المعارض التسويقية التي تتيح للسيدات خلق حلقات الوصل مع المنظمات الدولية والبرامج التمويلية لتذليل الصعوبات في سبيل تحقيق ذواتهن ريف برهمة المملكة عمان إذن معنا مؤسس مبادرة بنت بلادي الأساد بلال البرماوي صباح خير صباح وعلى نفسه لك معنا في صباح المملكة هذه المبادرة فكرة لربما موجود مبادرات كثيرة في الأردن لدعم وتمكين المرأة ما هو المميز في هذه المبادرة عن غيرها؟ سيدي صعي صباحك صباح المملكة والأردن الجميل هذه المبادرة تتميز عن أي مبادرة ثانية هي عبارة عن منصة خاصة لتسويق المنتجات السيدات العاملات من المنزل جاءت هذه المبادرة لاحتياج السيدة الأردنية بمنصة لتسويق منتجاتها بطريقة غير تقليدية هذا المعرض معرض متخصص أعلننا عن المبادرة تقريبا حوالي ما يقارب ثلاث أشهر وفتحنا باب التسجيل للسيدات العمال من جميع محافظات المملكة تقدم حوالي ما يقارب ألف وسبعمائة سيدة من جميع المحافظات المملكة في ثلاث قطاعات رئيسية هي قطاع الألبس والمنسجات قطاع الحرف اليدوية بالإضافة قطاع الباقولات هذه المبادرة الأولى مجانية التي تبناتها الشركة العربية الأولى تكون منصة تجارية طبيعة المعارض المتخصصة هي عبارة عن منصة غير عادية لتسويق المنتج الهدف منها ليس الزائر العادي الهدف منها هي عبارة عن خلق فرص استثمارية على المدى البعيد نحن دعينا جميع المهتمين بهذا القطاع المهتمين بصناعة الحرفية صناعة المأكلات صناعة الألبسة من رجال أعمال من غرف تجارية للإطلاع دعوتهم ودعيناهم إلى زيارة هذا المعرض يشوفوا للإطلاع الفرص الاستثمارية الحقيقية اللي موجودة بين أيدي الأسر المنتجة أو السيدة الأردنية هناك العديد من الأعمال المتميزة اللي بيشتغلوا فيها أمهاتنا من بيوتهم من مشاغلهم الإنتاجية في فرص احنا اليوم دورنا بهذا المعرض هي عبارة عن فتح لغة جديدة أو طريقة استثمارية جديدة هو عبارة عن التسويق المنتج المحلي خصوصا من المنزل سيد بلال دائما في هذه المعرض يكون هناك مشكلة التشبيك مع القطاع الخاص وعمل عمل التشاركية حتى يتطور العمل ويكون هناك فائد ما ميز هذا المعرض بأنه العلاقة مباشرة بين رواد الأعمال وبين أصحاب الشركات بطبيعة الحال المعرض هو لقاء مباشر وجه لوجه أو فيس تو فيس مع المنتج ومع عنصرين هم مكملين لبعض هو المنتج أو العارض بمنتجاته والزائر فطبيعة المعرض هو بيخلق حالي أوريدي التشابكية يفترض أن هذه تخطناها يعني بطبيعة المعرض هو عبارة عن منصة للقاء الأعمال للقاء المنتج منتج السيدة ورجال الأعمال فهذا أوريدي الحلقة التشابكية الحلقة التي نطلع فيها بعملية هذا المعرض نتخطر عملية التشابك نبدأ نحكي بلغة جديدة وهي لغة لقاء السيدات مع رجال الأعمال السيدة اليوم بحاجة لفرص جديدة بحالة لمنصات جديدة يطلعوا رجال الأعمال على الفرص بيع مباشر موجود نحن البيع المباشر ما يعطينا الغرض الذي تطلع عليه كل سيدة البيع المباشر هو مؤقت دخله مؤقت ولكن الاستثمار فيه فرق أنك اليوم تبيع قطعة قطعتين ما بينه أنك يجيك رجل أعمال سيد أو صاحب مصدع أو مؤسسة معينة أنه يعمل معاك صفقة على المدى البعيد بدل ما أنك سيدة تبيع قطعة قطعتين مباشرة فيه فرق أنه تبيع مئة قطعة أو مئتين قطعة فهذا السبب اللي وجود هذا المعرض وهذا الكلام أيضا ممكن يخلق حالة من التشغيل أيضا في هذه الأماكن بدل ما كان ينتج عشر أو خمستاشر قطعة مثلا خلال فترة زمنية معينة هلأ بنطلب منه شغل أكبر في التعاون مع الشركات هون بدي أسألك كيف كان إقبال رجال الأعمال على المعرض نحن حاولنا خلال فترة ما قبل المعرض دعوة جميع المؤسسات الحكومية الغرف التجارية بكل محافظات المملكة الغرف الصناعية دعوة رجال الأعمال منظمات الدولية منظمات المانحة البنوك دعوتهم للاطلاع على هذا المنتج على سبيل المثال نحن لحد الآن ما زلنا ما عندنا خلينا نحكي بالمؤسسات الحكومية أو أي وزارات عندهم العديد من الفعليات أو العديد من المؤتمرات خلينا نعتمد المنتج الأردني برسالتنا الهوية الأردنية فيه سيدات أعمال بحاجة أن منتجهم يكون متواجد يعني إحنا اليوم لو تبنينا مؤسسة موحدة لمؤتمراتها أو فعلياتها المنتج الأردني بتقديمه هدية للزوار أو كذا حققنا إضافة للمنتج المحلي على سبيل المثال منتج ثالي الأغذية العديد من أصحاب المطاعم أو الحلويات فيه سيدات أعمال ناجحين وعندهم منتجات تليق بالمحلات أو منصات العرض خلينا هذا التشابك أو خلينا لغة الاستثمارية التعاقد بعض السيدات سيد بلال تسمحني بسؤال أخير دائما ما يقال بأنه هذه المبادرات تقتصر على محافظة العاصمة في كثير من الأحيان وين ستكونوا موجودين غير بعمال؟ نحن سننطلق من خلال هذه المبادرة إن شاء الله بدينا بعمال سنبدأ الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية بمدينة إربت بشهر عشر إن شاء الله وبعدها يليها في مدينة العقبة وبعدها إن شاء الله على بداية العام القادم نكون مغطيين مدينة الزرقاء ونحن نرجع بالصيف القادم إن شاء الله في مدينة عمان لنسخة عشرين عشرين بنت بلادي الله أعطيكم ألف عافية أتمنى لكم التوفيق دائما يعني زي ما بيقولوا ما تطعمنيش سمكة علمني الصيد ففعليا هذه العلاقة بين سيدات المجتمع المحلي والمنتجات اليدوية أو الأغذية أو الملبوسات فعليا البناء مع الشركات هو الهدف والغاية من هذا المعرض يا سيدي تشرفنا نحن ندعي من هذه المنصة الرائعة من قناة المملكة دعوة جميع الناس الحضور المهتمية رجال العمال تعالوا اطلعوا على المنتج الأردني مبارح كان عبارة عن مهرجان عرس من جميع محافظات المملكة سيدات الأعمال بلبسهم التقليدي بمدرقتهم بكذا فخلي تكون هذا عرس وطني للجميع محافظات ندعي كل الجميع يجووا وشوفوا المعرض وأهله وسهله في الجميع شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم مؤسس مبادرة بنت بلادي الأستاذ بلال البرماء ويعطيك الفعام شكرا جزيلا شكرا